للقيام ببعض وللقيام بعمليات نوعية وإرهابية واسط كذلك يجري التعرف على ثلاثة عناصر أخرى بما فيها مكرم الرياحي مكرم الرياحي هذا شو هيرا حيدر قائد مجموعة قبلات مع أنه عنصر مجموعة قبلات هو الهرب وعنصر خطير جدا وكذلك تم القضاء عليه منزلت عنا زوز عناصر أخرى جاري التعرف عليها كنا بكري قلنا تم القضاء على العنصر علي القلعي لكن يعلموني أنه مش مؤكد لأنه أحنا توعتينيكم المؤكد المؤكد هما الأربع عناصر بش بعد بنبدأه معناها كبالكات جاذي محمد الناصر الدريدي هيكل بدر وعلى الدين نجاحي فما مكرم الرياحي جاري التعرف على هويته وجاري التعرف على زوز عناصر أخرى عنا مزال عنا زوز عناصر الشرطة الفنية والعلمية تقوم بالتحاليل البصمات والتحاليل الجينية للتعرف على بقية العنصر معايا سيتارة بش أعطيكم فكرة بش أحكيكم على المحجوز كما تعرفوا الوحدة المختصة لمكفحة الرياب بتاع الحرس الوطني هي اللي بدأت في العملية ومعايا الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني بش أعطيكم فكرة حول المحجوز وقيمته والمحجوز اللي حجزناه في هذا المنزل اللي هو محجوز كبير يس شكرا سي محمد علي هو في الحقيقة السيد وزير الداخلية وسيد الناتق الرسمي باسم الوزارة أتي على جميع حيثيات هذه الواقعة ولكن في الحقيقة لي بعض الإذافات قبل أن أمر إلى المحجوز ربنا كل شيء أود أن أترحم على شهيد الحرس الوطني الوكيل عاطف الجبري وأتمنى الشفاء العاجل لجريحي هذه العملية زميل من الأمن الوطني وزميل من الحرس الوطني كذلك الشكر الجزيل إلى متساكني جهة رواد لتفهمهم ولحسن تعاملهم مع وحداتنا الأمنية أثناء هذه العملية وتحملهم مشاق التنقل على القدمين من وإلى مقرات سكنها ملاحظتين في الحقيقة لما جرى ليلة أمس كما كنتم تشاهدون في الشريط هناك صعوبة في الدخول أو في الوجوج إلى المنزل الذي تمت به العملية لكثرة الأسلاك الكهربائية ولكثرة التفخيخ لأنه أنتم شاهدتم ذلك الوعاء البلاستيكي إضافة إلى الصندوق الأسود الذي شاهدتمه بالشريط هناك وعاء بلاستيكي به شحنة كبيرة من المتفجرات مما يجعلنا سهولة التنقل أثناء التصوير الملاحظة الثانية هي في الحقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر